وفي إطار مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع قدمت الوزارة ورقة عمل وطنية ضمن محور المدن المستدامة وتوفير جودة الحياة وتضمنت الورقة الوطنية لمملكة البحرين استعراض مراحل وضع المخطط العام والتفصيلي لمدينة سلمان ومعايير إنشاء مدينة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق توفر كافة مقويمات جودة الحياة وأشارت الورقة الوطنية إلى أن أهداف الحكومة من اتباع الاستراتيجيات الحديثة في تخطيط المدن بشكل عام ومدينة سلمان بشكل خاص ارتكزت على تكوين مجتمع يتمتع بالاكتفاء الذاتي ويساهم في تنفيذ الأهداف التنموية الوطنية وتوفير تصاميم مستدامات راعي الأثار البيئية للبناء وتشغيل الخدمات والمرافق داخل الأحياء وحماية البيئة البحرية من خلال الاحتفاظ بالأصول البحرية وتطبيق مبادئ التصميم الحضري ومن جانبهم أشاد المشاركون بتجربة مملكة البحرين في بناء وتنفيذ المدن وفق أحدث المواصفات العصرية وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030